اشتركوا في القناة وكثيلها عادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل الحمد لله على السلامة يا علي جعام؟ طبعا جعامش واخد بالك انت يا عامية الاكل لسه بيستوي على البتاجاس ايه اللي حصل يا علي؟ الله يلعنك الاكل سخن كده ليه؟ ما هو لسه بيستوي لسه على البتاجاس ولما هو استوي يباعد نار ليه؟ مش تيخليه يبرد؟ لسه مستويش ليه؟ ما استويش يا علي ما تضربنيش ليه؟ ليه؟ لا يا علي لا ليه؟ يا علي من فضلا ما استويش حرام عليك جوره كنت بضرب مراتي كل يوم تقريبا ومسال جسمها في علامات الضر ما كنتش بقدر امنع نفسي ما اتكلم عن ضعفاتي بشعر بخجل شديد لكني كنت بضرب مراتي تقريبا تقريبا كل يوم مراتي وولادي كانوا في مهانة جديدة لكني ما كنتش قادر اتحكم في نفسي ما درتش واقف نفسي احيانا علشان ما زعلتش مراتي كنت بسافر وسيب البلد كنت ببعد شهور واحيانا بالسنين وخصوصا في اسطنبول موسيقى 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 اشتريس مية مية الشغل هاية كمله موسيقى انا اشتغلت عام المحارب وعملت فلوس كويسة كنت أشتغل رئيس العمان لكن سلفت كل الفلوس على الخمرة كنت أشرب بالصمرار بـ ستأتي معنا؟ لا، أعفوني لكي؟ لدي تشور معنى، أنت تعرف أين، عندما تخلص، سوف أتعلم سلام عليكم سلام عليكم المترجم للقناة 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 علي المترجم للقناة المترجم للقناة ممكن أنت لقناة صحيح بسجم للقناة حلم مترجم للقناة يوسف إنها أكبر فإذا أعطاهم واقف على الباب من أجلي شخصياً من جواناً من جوانب حياتي إنساناً وشخصاً من خلفه طائعاً سمعت وشخصاً وشخصاً من البحضاً وشخصاً 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 و فعلا استجاب لله و عرفت أن المسيح هو حياتي هو مخلصي و طبعا عندما آمنت بالمسيح و قبلته حل فرح غريب بقلبي حل سلام عجيب بحياتي فصرت أنا الذي كنت أريد أن أحافظ على الطقوس و أقوم بالصلوات و الأعمال لإرضاء الله كنت أشعر براحة لا أحتاج إلى كل هذا لإرضاء الله بل أحتاج فقط لقبول هديته المسيح على الصليب هذه هي الهدية التي أعطاها لله و ما علي إلا قبولها أما الأعمال فتأتي نتيجة لهذا الإيمان و هذا ما صار طبعا كانت هناك معاناة لم يكن الأمر سهل كنت أعتقد أني الوحيد الذي اكتشف هذه الحقيقة و كنت أبحث عن أناس مثلي لكن الله رتب أن أحدهم بعت لي رسالة أخذها من هذه الإداعة و أخبرني أن هناك مجموعات أخرى مثلي و ذهبت إلى هذه المجموعات و عرفت أنها تسمى كنيسة و علموني أشياء كثيرة تعلمتها منهم و شجعوني و انضممت لها و طلبت المعمودية و كانت هذه من أروع اللحظات التي أتذكرها الآن في تاريخي أتذكر كيف كانت فرحة الإيمان فرحة اكتشاف شيء جديد فرحة اختبار حياة أخرى بعيدة عن الحياة التي عشتها من قبل و فعلا صرنا إخوة صرنا جسد واحد يشجع بعضنا البعض و طبعا كانت و لا زالت حياتي مع المسيح مستمرة إلى يومنا هذا فالمسيح كما قلت صار هو حياتي صار هو رفيقي في الدرب يعينني وقت الاضطهاد حين طارت العائلة ضدي و طار الأصدقاء و صاروا أعدائي و أرادوا أن يضطهدوني لسبب إيماني لكن المسيح دائما كان أمينا معي و كان مؤنس وحدتي و مشجعي في كل اللحظات لم يتخل عني أبدا أخي العزيز أشجعك أن تنضم إلى كنيسة أو جماعة محلية من المؤمنين فهم إخوتك و أخواتك في الرب و أنت تحتاج إليهم كما هم يحتاجون إليك حتى الكل ينمو معا في حياة الإيمان و أشجعك أيضا أن تعتمد تطلب المعمودية لتصبح عضوا فعالا في جسد المسيح نشجعك أن تتعمق في معرفة إرادة الله من خلال قراءتك للكتاب المقدس و من خلال مواظبتك على الاجتماعات الروحية فلا تتردد في أن تكتب لنا إن كنت لا تعلم عن وجود مجموعة مؤمنين في منطقتك مثلا حتى نساعدك على إيجاد كنيسة أو مجموعة تنضم إليها اقرأ الكتاب المقدس لكي تتعرف على فكر الله و تتعلم طرقه فهو يمدك بالحياة و القوة و الغداء لحياتك اليومية و إن كنت لا تملك نسخة من الكتاب المقدس ما عليك إلا أن ترسل لنا على عنواننا الذي تراه أمامك على الشاشة و سوف نرسله لك هدية مجانية منه أما إذا كان وصول الكتاب المقدس عبر البريد يمكن أن يسبب لك مشاكل أمنية مثلا فأنت تستطيع تحميله من الأنترنت على جهاز الكمبيوتر من المواقع التي تراها أمامك على الشاشة كما ننصحك أيضا بأن تواضب على التحدث إلى الله يوميا من خلال الصلاة فكما يتكلم الله إليك من خلال قراءتك للكتاب المقدس يمكنك أن تكلمه أنت أيضا من خلال الصلاة حدده عن امتنانك و محبتك له أخبره عما يشغل بالك عن أفكارك أطلب عونه و تدخله في كل مجالات حياتك و صلي أيضا من أجل غيرك لأن الله يريدك أن تكون شاهدا لعمله الصالح في حياتك و يريدك أن تخبر الآخرين بما فعله معك إن ما اختبرته أنت الآن وهو الخلاص بالمسيح يسوع و قبلت حياة سعادة أبدية هو أمر رائع جدا لذلك نشجعك أن تشهد للمسيح لكن حداري لا تعرض نفسك للخطر لذلك ننصحك أن تراسلنا و تشاركنا بكل تساؤلاتك حتى نساعدك على إيجاد الطريقة المناسبة لمشاركة الآخرين عزيزي المشاهد مثل هذه البرامج هي برامج مهمة جدا لإخبار الآخرين عن يسوع المسيح و لنموك الروح أيضا لذلك نشجعك أن تسجلها أو تنسخها مثلا على أقراص مدمجة أو شرائط فيديو و تهديها لأصدقائك و معارفك إن كنت تريد أن تحصل على معلومات تفيدك في كل المواضيع المسيحية يمكنك البحث عنها في مواقع البحث المعروفة في الأنترنت و ما عليك إلا أن تكتب كلمات مفتاحية للموضوع الذي تبحث عنه فستجد الكثير من المواد و يكون لديك الكثير من الاختيارات و الآن نهاية لكلامي أود أن أهنئك على إيمانك على هبة الإيمان و النعمة التي أعطاها لك الله و أطلب من الله عز وجل أن يحفظك من كل شر و شبه شر و الرب معك آمين ترجمة نانسي قنقر